هذا وقد شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة مراسم توقيع بروتوكول لا تعاون بشأن إصدار ترخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الحرة والاستثمارية وأكد رئيس الوزراء عقب التوقيع استمرار الحكومة في اتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين في مختلف القطاعات إلى جانب العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات وما يتعلق بتبسيط مختلف الإجراءات تذليلا للعقبات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين بوجه عام والمستثمرين في القطاع الصناعي بوجه خاص